الحقيقة إن أمراض العيون دايماً بيبقى فيه كده استسهال في التعامل معيها للأسف يعني ودي حقيقة دور مهم إحنا عايزين نوعي به المرضى والشعب عموماً إنه يقول إن عندي شوية حمار في عيني ده التهاب روح أجيب قطرة دجار يستعملها سيدالي بقديني حاجة من غير ما يكون متشخص الحقيقة نديب تعمل بنشوف منها مشاكل كثيرة جداً لأن فيه عراض يعني إيه متشرة ببين كذا مرض زي مثلاً ما نقول واحد عنده سخونية سخونية دي ممكن تكون عرض لحاجات كثير فنفس الحكاية عندي حمار في العين عندي حرقان في العين مش معنى كده إنه هو مجرد التهاب لأ في عندنا ده ممكن يكون ارتفاع في ضغط العين مفاجئ ممكن يكون عندنا التهاب في القصحية وده محتاج تدخل علاجي سريع فما يبقاش فيه استسهال إن أنا ده التهابات دي حساسية ده جفاف وأتعامل معه لأنه في كل ما اتأخر التشخيص المزبوط كل ما كانت النتاج أقل من طبعاً لو تم التدخل سريع فأي شكوى الحقيقة من العين محتاج أنها تتفحص من متخاصص سواء زغلالة سواء حمار في العين إحنا مش عايزين نخد الناس لكن فعلاً الوقاية خير من العلاج حمار في العين صداع صداع ناس كتير بتقول ده أنا مصدع شوية أنا ما قالتش كويس ممكن يكون ضعف نظر بسيط بنظارة نادة نحل المشكلة ممكن يكون ارتفاع في ضغط العين ممكن لقدر الله حاجة عامل ارتفاع في ضغط المخ مؤثرة على العين لأنه زي ما قلنا العين عضو من أعضاء الجسم كله فكله بيتأثر عشان كده احنا مننصح أنه لازم يقع فيه دوري كشف دوري طبعاً مجرد زي ما قلت لحضرتك بقياس النظر بقياس ضغط العين بفحص الشبكية ممكن لقدر الله يكون فيه أي مرض بادئ مش مؤثر لسه على العين ممكن يكون مورد بسيط بدأ يؤثر على الشبكية على العصب البصري والتشخيص المبكر هو ده اللي حقيقة اللي حيدينا في الآخر نتائج كويس فبالتالي بننصح أنه يبقى فيه لازم يبقى فيه كشف على قوة الإبصار وإذا كان نحتاج أي تصحيح لها تتعمل يبقى فيه قياس لضغط العين بالزاد بعد سن الأربعين بننصح به ومعايا يكون فيه فحص للشبكية في الوقت دوت ولا العصب البصري